اهداف الدرس اجرد حرف العين بأصواته القصيرة والطويلة تجريد حرف العين بالحركات والمدود نشاط اجرد الحرف عين مع حركته تقع القلعة قرب شارع البديع لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم والآن لنستعرض الإجابة معا نبدأ بالكلمة الأولى تقع تقع اذا تجريد حرف العين ماذا سوف يكون احسنتم ع بهذا الشكل الكلمة الثانية القلعة القلعة احسنتم العين في وسط الكلمة وتكتب ع رائع رائع الكلمة الثالثة ستكون ماذا ممتاز بارك الله فيكم شارعي والحرف العين احسنتم تكتب بهذا الشكل عي رائع الكلمة الأخيرة ستكون احسنتم البديع وتجريد حرف العين في هذه الكلمة سوف يكون عي في نهاية الكلمة وتكتب بهذا الطريق السؤال الثاني اصل عي مع المد الطويل بحسب حركة الحرف لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احسنتم بارك الله فيكم الآن لنستعرض الإجابة معا عو ما هو المد الطويلة المناسب لها؟ رائع، أحسنتم، عو، عي، ما رأيكم؟ بارك الله فيكم، عي، رائع، والآن عه، ما رأيكم يا أبطال؟ ممتاز، عا، رائع، السؤال الثالث، أضع دائرة حول عا، عو، عي، يعوم الولد في الماء الجملة الثانية يساعد عادل الفقيرة الجملة الثالثة حضرت سميرة حفلة عيد ميلادي أمل آمالة، لديكم دقيقة واحدة لحل هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ممتاز يا أبطال، والآن لنستعرض الإجابة معي الجملة الأولى، يا ترى أين يوجد الماد في أي كلمة؟ ممتاز يوجد في كلمة يعوم، يعوم، إذن نضع دائرة على عو، ممتاز الجملة الثانية أين المد؟ بارك الله فيكم عادل عادل والمد؟ رائع الجملة الثالثة أين المد؟ بارك الله فيكم المد يوجد في كلمة عيدي عيدي رائع، أحسنتم وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا أراكم في درس آخر بإذن الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله أحسنتم دعون الخضار باركب باركب وأن؟ ترجمة نانسي قنقر